ويهمنا في إطار سرد حقبة العشرينيات إننا نذكر عيلة راتب الأخوان أبو بكر راتب وداود راتب الاتنين دول كان لهم مقاسر عظيمة سهمت في رقي النادي الأهلي وزهوره بأفضل صورة أمام أعضاؤه ومحبيه وكلها مذكورة في محاضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية للنادي يعني كانوا دايما بيشرفوا على تحسين حالة النادي وساعدوا الأمير إسماعيل داود في الإشراف على بوفي النادي ولما النادي دخل الكهرباء محل الغاز أهدوا النادي نجف ثمينة قيمة كبيرة علشان تزين بيت النادي وتنوره بيت النادي اللي هو الكلاب هاوس أو المبنى الاجتماعي زي ما بنقول عليها النهار كمان كانوا بيساعدوا في جمع التبرعات للنادي في الأوقات اللي النادي فيها ممكن يمر بأزمة مالية نتيجة أحداث سياسية ممكن تأثر على موارده زي ما حصل في ثورة تسعتاشر وتدعياتها اللي استمرت سنتين تلاتة تقريبا مش بس كده الأخوين أبو بكر وداود راتب بنوا غرفة تغيير ملابس للأعضاء الرياضيين بالنادي وغرفة كبيرة إضافية لبيت النادي اللي هو المبنى الاجتماعي وكانت الغرفة عبارة عن صالة استقبال كبيرة تليق بالنادي لعمل الحفلات وخاصة حفلات السمر وأطلقوا عليها صالة راتب وفضلت صالة راتب موجودة لحد النهاردة بمقر النادي في الجزيرة جنب باب المعلمين وتعتبر أقدم مبنى موجود في النادي وكمان أهدو غرفة البلياردو مشايات من السجاد وتولى الأخوين أبو بكر وداود راتب مناصب إدارية في اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للنادي أسرة راتب قدت الأهل كتير قوي وفي الوقت دا عام 1923 اتعملت حلقة للمصرعة وحلقة للملاكمة وفي نفس السنة اتأسس التحاد الملاكمة المصري وزي التحاد كرة القدم بالزبط اتأسس التحاد الملاكمة بدعوة من النادي الأهلي وترقص أول مجلس إدارة له جعفر ولي باشا وكيل النادي الأهلي ومعاه من أعضاء النادي داود راتب ورياض شوقي وعبد الحميد صبري وإسماعيل طاهر ومحمود جزالي وإسماعيل حسين ومحمود بدر الدين وفي نفس العام 1923 اتأسس لاتحاد المصري للتنس وبرضو بجهود رجال الأهلي حسين عنان وكامل البنداري ومحمد رشدي واستمر النادي الأهلي في قيادة تمصير الرياضة المصرية لعبة ورد تانية ترجمة نانسي قنقر